اكثر من 18 عاما من عمر الاحتلال الامريكي للعراق وما زالت نتائجه الكارثية تتراكم لتعطي صورة واضحة لمقدار الفشل الذي صنعته امريكا عبر عملية سياسية بائسة خلفت كل هذا الخراب معحد واشنطن لسياسات الشرق الادنى قال ان المشاهد اليائسة التي شاهدها العالم في مطار كابول اعاد لذاكرة العراقيين كيفية خسارة القوات الامنية المدربة امريكيا لثلاث محافظات سقطت بيد تنظيم داعش عام 2014 وبحسب المعهد فان هناك اوجه للتشابه ما بين النظامين السياسيين الذين نصبت هما واشنطن في العراق وافغانستان اولها امتلاك العراق لحكومة محاصصة تعطي الاولوية لسياسات المحسوبية على حساب مصلحة البلد مشيرا الى ان الحكومة في بغداد والحكومة في كابول قبل انهيارها تنافستا على من كان الاكثر فسادا وتؤكد تصريحات المسؤولين الامريكيين ان الفساد بجميع اشكاله كان احد اهم الاسباب التي ادت الى انهيار الحكومة الافغانية والحال نفسه في العراق الذي بات يتصدر قائمة اكثر الدول فسادا بل ان حجم الفساد اكبر باضعاف في عراق غنيم بالنفط والثروات الفشل الامريكي في بناء الدولة كان امرا بارزا في الحالتين الافغانية والعراقية والواقع المزري تؤيده تصريحات الساسة الامريكيين فبايدن كان قد اكد ان بلاده لم تذهب لافغانستان من اجل ترسيخ الديمقراطية وهو ذات ما صرحت به وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كونديليزا رايز حين اكدت ان امريكا لم تغزو العراق لمنحه الحرية واذا كانت الدولة العميقة في العراق بما تمثله من ميليشيات وقوة موالية للخارج قد هللت لما حدث في افغانستان من زاوية هزيمة عدوها الجديد المتمثل بامريكا فانها تعجز عن محو ذاكرة وثقتها مؤسسات ومراكز بحثية كشفت حجم الدعم الامريكي لهذه الميليشيات واجنحتها السياسية الحاكمة اليوم فيما بات عليها ان تدرك بان مصيرها لن يختلف كثيرا عن هؤلاء المتشبثين بالموت ليعود مع الذين جلبوهم وهي حقيقة لطالما كررها التاريخ